ومرحبا بكم طلاب أحبائي طلاب الصف العاشر هذا هو الأسبوع الرابع عشر في هذا الفيديو سنصلت الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع الأسبوع الرابع عشر بداية أريد أن أقول لكم أن هذا الأسبوع هو حل أسئلة درس التراث ولا بد لنا من استذكار درسنا ومن ثم الانتقال إلى أسئلات الدرس كل ما يا أحبتي التراث الوطني هو كل موروث حضاري وصل إلينا عبر الأجيال ويشمل كل ما هو مادي ومعنوي مثل المباني التراثية المواقع الأثرية الأثار التاريخية التحق المسككات القطع الأثرية العادات الاجتماعية التقاليد القيم الممارسات المعتقدات التعبير الفني واللغة والأغاني الشعبية والموسيقية وأدواتها وغيرها أما التراث العالمي فهو عناصر الموروثات الثقافية الإنسانية التي تحمل قيمة عالمية كما نصت عليها اتفاقية التراث العالمي لماذا نعتبر التراث شيء مهم؟ يعزز الهوية الوطنية والتمسك بها تقوية الروابط بين الماضي والحاضر تنشيط السياحة وانتعاش اقتصاد الدولة والمجتمع تنمية المجتمع المحلي وتطويره نماذج من التراث الوطني والعالمي من المواقع الأردنية التي أدرجت على لائحة التراث العالمي حتى عام 2021 للميلاد البترة هي مدينة أثرية بناها الأنباط وتشتهر بعمارتها المنحوطة في الصقر ثميت بالمدينة الوردية نسبة إلى ألوان صقيرها وأدرجت على لائحة التراث العالمي عام 85 وتسعمائة وألف قصير عمرة شهد في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك يتميز بوجود قاعة الاستقبال والحمام والصور الجدارية التي تزينه ويعد هذا القصر تحفة فنية فريدة وقد أدرج على لائحة التراث العالمي عام 85 أم الرصاص حامية عسكرية رومانية تطورت حتى أصبحت مدينة في العهد البيزنطي واستمرت كذلك حتى أوائل العهد الإسلامي ويوجد فيها آثار 16 كنيسة بعضها لا يزال يحتفظ بأرضيات جيدة من الفسيفساء وقد أدرجت على لائحة التراث العالمي عام 2014 وادي روم يقع وادي روم جنوب الأردن ويتميز بالطبيعة الصحراوية والمناظر الطبيعية المنوعة التي تتكون من مجموعة من الممرات الضيقة وأقواس طبيعية ونقوش وبقايا أثرية تبين تفاعل الإنسان مع بيئته الطبيعية ولهذا الأسباب أدرجت تحت لائحة التراث العالمي بوصفه موقعا مختلطا بين الطبيعي والثقافي المغطس موقع المعمودية وهو المكان الذي عمد فيه السيد المسيح عليه السلام على يد يحن المعمدان ويقع في وادي الخرار شمال البحر الميت وهو من المواقع المعتمدة للمحج المسيحي وقد أدرج على لائحة التراث العالمي في عام 2015 بعد ذلك سننتقل إلى أسئلة الدرس سنوضح المقصودة بكل مما يأتي التراث الوطني التراث العالمي ويوم التراث العالمي نبين أهمية التراث الوطني نوضح أسباب إدراج مواقع التراث الأردني على لائحة التراث العالمي وأيضا نعدد مواقع التراث الوطني العالمي الأردني المدرج على لائحة التراث نبين كيف تساعد مواقع التراث الوطني على جذب السياء هنا هنا أحبائي الطلابي أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم وما استعرضناه هو من ضروريات رصد علامات التقييم الرابع أتمنى أن يكون وجودكم فاعلا دائما في الحصاص طاب نهاركم بكل الأمن والخير والبركة